اكد سعدة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الاعلام صلابة الموقف البحريني الداخلي وتجاوزه لكافة التحديات التي تحيط بالمنطقة واشار سعدته في حوار تلفزيوني اجرته معه القناة السعودية الاولى الان عجلة النماء والازدهار التي يقودها عهل البلاد المفدى يده الله تمضي بالبلاد لمزيد من التطور والرقي نجاحات مملكة البحرين المستمرة اضاءات وقفت شاهدة على ما تحققه المملكة من انجازات وتقدم مستمر ارتكز على عدة عوامل بينها سعادة وزير شؤون الاعلام السيد علي بن محمد الرميحي خلال لقاء تلفزيوني له على القناة السعودية الاولى عوامل كثيرة انا اعتقد طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم في البحرين هذه احد العوامل اللي احنا نفتقر فيها هناك التفاف من الشعب حول القائد هناك حكمة هناك رحابة صدر هناك التعامل دائما في اي مرحلة طبيعة الحكم في اي دولة تمر بكثير من التحديات والصعاب هناك لديك عديد من العوامل اللي انت تراهن عليها احد اهم هذه العوامل اللي احنا شفناها بالتجربة الاخيرة في الازمات اللي مرت فيها المنطقة من 2011 كان هناك رحابة صدر كان هناك حكمة كان هناك التفاف من الشعب حول القائد ابرز نجاحات العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدة ايده الله تفرد التجربة الديمقراطية التي اثبتت نجاحا كبيرا اكدته المشاركة الواسعة خلال انتخابات 2018 احنا دائما نقول وهذا يعني احنا صاحب الجلال الملك المفدع بان احنا نفخر بان تجربتنا السياسية خاصة في البحرين لكل بلد طبيعة معينة احنا خصوصية معينة طبيعة المجتمع الثقافة لذلك تجربتنا لم تكن مستنسخة احنا لله الحمب لنا تجربتنا الخاصة بعد التصويت على الميثاق وبنسبة جدا عالية شارك فيها الشعب كامل 98.4 بعدها التعديلات الدستورية 2002 ومن ثم انشئت العديد من المؤسسات اللي تعزز وتساند هذه العملية الديمقراطية وامثلة كثيرة النيابة العامة المحكمة الدستورية المجلس العلال المرأة استحداث معهد التنمية السياسية كاول معهد متخصص في تثقيف المجتمع سياسيا المنظومة الحقوقية المتكاملة التي قامت عليها المملكة خلال الفترة الماضية اكدت الحرص الكبير للمملكة على المضي قدما في حماية وتعزيز حقوق المواطنين على كافة الاسعدة هذه بعض المنظمات اعتقدت بان من خلال وسائل الاعلام تستطيع ان تمارس شيء من الضغوط على دول احنا لله الحمد ليس لدينا ما نخفيه نتحدث بكل شفافية نعمل في النور لا نعمل في الظلام تصلهم الكثير من المعلومات المغلوطة لدرجة ان بعض مراكز الرأية في اوروبا او في امريكا تستند الى معلومات خذتها من السوشيال ميديا من حسابات فيها نسبة كبيرة حسابات وهمية تصلها الكثير من المعلومات انغمست في عالم افتراضي وحاولت انها تصور منطقتنا وتضخم الصورة بشكل جدا مسيح احنا ما كنا نراهن عليه بان ما يصح الا الصحيح هذه اولا ثانيا احنا دول ذات سيادة نتعامل مع الجميع باحترام من يحترم قوانين دولنا من يحترم سيادتنا نتعامل معاه بكل وضعبه اما من يعتقد بانه يستطيع ان يبتز او يسيء بطريقة مباشرة وغير مباشرة نحن لا نتعامل معاه بكل وضوح جميع ما اكد عليه سعادة وزير شؤون الاعلام خلال لقائه مع القناة السعودية اكد الثقة والعزيمة التي رافقت البحرين خلال وثباتها السياسية والحضارية المتواصلة عبر التاريخ وهي التي جعلت من المملكة مثالا للنماء والتطور والارتقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة